القلة منا فقط هي التي تعرف على التيقبل والحقيقة تخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأننا لما بجي أتكلم عنه أرغب نتكلم عن سماحته ورحمته وعفوه أو أتكلم فقط في مرة أخرى عن زهده أو أتكلم في مرة ثالثة عن عبادته وفي مرة رابعة عن سجاعته طيب أنا أبقيت أنا في سلمين أنه يفهم كيف كان يواثق ويقابل بين هذه المزايا والصفات والأخلاق طركته للسامعين طيب من أدراك أن السامعين يقدرون على أن يأخذوا هذه الأمور كعلم وينزجوها معا ليصلوا بها إلى الحقيقة إذن من أجل هذا الأمة تفكد فريقها إلى معرفة شخصية رسول هذه الأمة وبالتالي تفكد قصنا لاتباعي والتطبيق لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن أسوة حسنة إزاي؟ أشعبتني يعني إيه أسوة حسنة؟ أنا في المسجد بروح فافتسم وابل الأخص من دول وصفه وأسعد بي ويسعد بي ثم أعود إلى بيتي فإذا بي غاضب وأسمي غضبي في البيت غضبا للحق وأسمي هنا سنة اللقاء بالناس طيب أليس هناك في البيت سنة للقاء مع الأشقاء أو الوالدين؟ وأليس هناك في الخريق أو المسجد غضب لانتهات حرمة الله؟ لذلك أيها الإخوة من الأهمية جدا أن نعرف كيف نقابل بين السفات لنقل نخرج منها مصفوما واحدا صياغة واحدة معنا واحدا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأسبوع الماضي ذكرت أن من يرى أنه فارك رجل كده رحيم كده ووجود وطيب وسهل وما إلى ذلك لكن إذا تعمقت في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فتدرك أنه كانت له أبعاد أكثرنا أكثرنا أكثر رحب في الأعدين معروف بأنه على قسم اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هيناء نفسه يقتدي به فقط في القسور والظاهريات فقط إنما وقفت مثلا أمام كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم رجل كف كف أنا جيد أعدل واحد فأجد في صفاته الشخصية ما يعجبني كفتنا قلت إيه في صفاته الشخصية يعني إنسان هادئ مفتزن بسان مؤدد دقيق لمواعيد تهد تقعد معك تقعد معك في صفاته الشخصية ما كني بمجرد أن أكلفه بعمل إذا بهذا العمل ينهار بين يديك بأنه ليس كفأ ومعرفش الكلام ده كيف يديره والعكس صحيح أيضا قد أجد إنسانا في منتهى الكفاءة أطلع على نتائج الشركة التي يقودها أو الجماعة التي يديرها فأجدها أفضل نتائج نطقت بها الأوراق على الإطلاق فأحب أن ألقاه فأبلو ألا يعجيش من ذاو ينهر ده وكذاب ومنافق ومرائي هذا المعنى يحل عندكم مشكلة كبيرة يحل مشكلة أنك ترى أنك ترى الإنسان فيعجبك ثم ترى أو تسند إليه عملا فيكفل هذا العمل وده يحصل كثيرا ثلاث شاب سعلا يرجبك منه يعني شاب كويس فتسند إليه عملا فيكفل هذا العمل تقول الله هذا الإنسان بصدقه وأمانته وانتزامه كيف لما أمسك بهذا العمل فاشل كل هذا الفشل فإذا ما أدركي أن الكفاءة والأخناق والمميزات شخصية شيء آخر نستطيع أن نكتشف أن الشخصية الإسلامية على حقيقتها شخصية تجمع في صياتها بين هذين المجالين كل ما يتحدث به الخطباء على المنافس وكل ما أتحدث به أنا على المنافس وكل ما تتحدثون به أنتم في مجالتكم ومعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطب أساسا على أنه حسن السجايا والأخلاق والصباعة إنما كشخصية كف أنا أخذت مثلا لما نجد واحد ألاقي معجف بلا بليون فنفار أو معجب بهتنا أو معجب بالذي أنشأ الولايات المستحلة الأمريكية أو معجب بملك من الملوك أو رئيس أو سياسي أو اجتماعي أو مصح اجتماعي أو صاحب نظريات أو شيء من هذا القديل اللي يخليني أستطيع أن أضع محمدا نعبد الله صلى الله عليه وسلم على قمة هؤلاء إمكانية مش موجودة عند معظم المسلمين لأنهم مش عارفين كيف كان سابه كثيرا إنما لما تبحث حقيقة في السيرة تجد أنه كان كفئا بمعنى أنه إذا كان هناك عمل يديره يديره يخرج بهذا العمل على قمة ما يخرج عمل على الإصلاح وأنا هاخد الأول الكفاءة اللي ممكن تستطيع بواحد مدير شركة ريس عمال اللي هي الكفاءة الإدارية وأجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش هذه الكفاءة الإدارية في حياته كلها لدرجة أن بعض الوقائع الصغيرة تدلني على هذه الكفاءة الإدارية بصورة جلية أنا أقول لكم الأول وقع 23 ثم أقول لكم ما معنى إنسان يستطيع أن يدير كفر وأرجو أنكم تعرفوا أنه فيه كلية في مصر لإدارة الأعمال وأنه فيه قسم في كلية التجارة لإدارة الأعمال وأنه علم الإدارة ده علم له فيه رسائب ماجستير ودكتوراه وله متخصصون وفي العالم بره يحترمون الإنسان الحصل على ماجستير في الإدارة فما بلك بدكتوراه وتخصص الإدارة وعلم مجتمع فإذا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة كغزوة الأحزاب اللي هي اسمها برضو غزوة الخندق يريد أن يحفر خندقا مش هو ليك هو الذي أوجد الفكرة وإنما جاءه واحد من الناس وقال له يا رسول الله نحفر حول المدينة خندقا يبا إذن الفكرة ليست نادعة منه لكنه اتحذلها ونفذها وجعل الأمة كلها تنفذ الفكرة بس مش فكرته إنما لما فيه تشوف كيف أبار النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ هذه الفكرة فتجدوا أنه أولا كاب ورأ أو ألم ورسم المدينة ورسم حدودها وعرف المكان الذي يحفر فيه الخندق ثم حدد قبل متاس واحد يضرب في الأرض ليبدأ حقه الخندق وده الفارق يا إخوة بين العمل الإسلامي التقريبي اللي كده بالبركة ورب الله يساهل وهي الجلسات وسلام وبين إنسان يريد أن يبني للإسلام فرح عمل ويعرف ويحدد الوقت والنسبة والزمن فيستطيع أن يصل إلى مرضات الله حدد قبل ما يتحص فاس واحد على الأرض هذا الخندق فوله أد إيه عرضه أد إيه فأمقه أد إيه وحدد لما هضرب ويبقى فيه حق الأتربة اللي هتطلع من هذا الخندق هواديها سين هل هأبقيها على الخندق ولا أبعدها بعيد أقرر أنه يبعدها بعيد إذا إحنا نحتاجين القوة البشرية اللي عندنا عددها كان عددها ثم قال القوة البشرية مشتدها تشتغل في الحق إحنا نحتاجين نفس تشتغل في الحق ونفس تنقل الأتربة من هذا المكان إلى مكان بعيد حتى لا تعقل بهذه عندما يقع الكتاب طيب الخندق ده أنا النهاردة رفت حصارت في الكتعة مثلا من رقم 15 وروح أجي بكرة أحكم في الكتعة رقم مثلا 50 ونرجع في نفس الكتعة والله حدد ذلك ثم حدد الناس إلى فئات فئات يعني مجموعات كل مجموعة من عدد من الأفراد والذلك هم مكان في نقطة في البداية ونقطة في النهاية وقسم هؤلاء الناس مش على أي أساس مش قال أي وده قوي ده نصف نصف ده الرعيس بس ثلاثة دول وحدة المهاجرين مع بعض أو الأنصار مع بعض لا ده قسمهم وهذا هو هي العبقرية الإدارية التي أتحدث عنها قسمهم على أساس يحفزهم للعمل يعني إيه يعني مثلا لو أنني وأنت على تنافس معين قبل حفر الخندق جعلاني ومجموعتي على ذلك لكي يحفز الهمة من أجل أن يعمل الناس عملا هم شغالين في الحفر أسرع ما يتطررش أنه هو كل شوار يقول لا استغل إنت ما استغلت مخصوم منك ما يتطر منه إيه وبيأخذ أجل إنما استطاع أن يقسمهم تقسيمات هي بذاتها تحفزهم على العمل وبقي بعض الناس ما يدخلوش في تقسيمات ناس كده جايين وأستغفر الله لهذا التعبير لكني أريد أن أستخدمه ما ضيئيني ناس جايين كده من دين وبيلسامي النهاردة وأستغفر الله هم ليسوا كذلك شذاذ الآفاق يعني كل واحد شذ من أفق من الآفاق فجاء إلى هنا لا أسمن هم في حد فالذول بقى الساقطين دول الذين ليس لهم مجموعة يمتموها إليها هيعملوا إيه مع أن فيهم ناس أشداء أشداء يعني فيهم بلالة مرباح الحبشي إنسان حرشي وليس هناك أحباش هضموا المين أو سلمان الفريسي أو صهايب الرومي أو غيره أو غيره هضموا ناس بالمين فإذا بي يرفعهم من الأرض وحضير الهمة اللي ممكن يقولوا إحنا مع مين زيحنا ناس فيمين بين علينا يرفعهم إلى قمة الهمة بكلمة سؤل يا رسول الله فمع من يكون سلمان فيقول سلمان منا آل البي وإذا بهذا الصحابي الجليل الذي ورد في بعض الآثار أنه من آل الجنة هو وبلاله وصعيب وغيرهم يرتفع إلى درجة أنه في الفرقة التي هي آل بيت رسول الله فصور بقى أنا إنسان ضايع وعبد بالدعوة الاتشارة وكنت من جداد الأفاق وما ليش كيمة حطثني مع المجموعة بتاعة رئيس الجمهورية وهي بتحقق رسولة ونبي الأمة لازم اشتغل بما يجعلني فعلا أثبت أنني أهل لهذه الدرجة وهذه المكانة فإذا بالأمة في كلها على هذه الهمة فابدأ في عملية حفظ الحمد بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدل كثير عناء في أن يدير هؤلاء في أن يدير هؤلاء ليه؟ لأنه لم أكثر التقسيم الإداري قد سمه هو بداخله المحفظات لكن حصلت حاجة لطيفة جدا وأنا خلي بالك أنا وقت حد في الزيارة جدا ممكن أن أذكرها وأنا أتكلم في الزيارة في صف حفل الخندق بسي بقولك كيف استطاع أن يدير العملية لما تيجي تنظر تلاقي فيه عندنا في الأطباء لما يدوا يتكلموا يقولوا أن فيه الجراح الكبير الذي يجري العملية الجراحية وفيه ناس اللي بيخضروا العملية اللي بيجهزوا للشغل اللي بيعملوا الحاجات يحلقوا للعيان يترعوا يطهروا له الجرح يخضروه ينيموا على سرير يقلعوه في دولة الثانية ثانية عملية يشوفوا يعتقاموا القوضة يعدوا المعدات الجراحية يجميلوا الشاشة القط انتو عارفين الشغل ده بيسموه ايه ولا لا؟ عارفيني الشغل ده مبنيا بيسموه ايه في العمليات الجراحية ولا مش عارفينه؟ اسمه دير في وير ده الصالح اللي هم بيفلقوه لما تيجي ترجموا الترجمة العرفية قوي ممكن تسميه الأعمال الخذرة ايه يعني مش عايز انما ليه هم بيسموه الأعمال الخذرة؟ ايه الحاجات التحضيرية اللي مش عايزة للجراح العبقري اللي انت مستدعيه من انجلترا ولا فرنسا عشان يجري العملية اللي واحد هيعد المعدات ويعقم ويحلق العيان يسموه دير في وير لما تيجي تشوف المقارنة بين الصبيب العبقري اللي بتحضر للصبيب البطيط اللي بيعمل هذا دير في وير كما يسموناه اللي هو العمل الخذر تحس بأن هناك تفاوكاً بيام حدث هذا في حفل الخندق أن بعض الناس رأت أن لها عملاً دون العمل الأصلي العمل الأصلي لما بحفل الخندق إنما في ناس بتشيل التراب وتجيب الفقود تتبع بس في المجزل وتتبع تخطي بس ثاني وتتبع بس في الخلف فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يختار لنفته من ضمن أعمال الخندق هذا الزر في وير كما يسموناه هذا العمل الخذر كما يسموناه ليه؟ ليجعل همة الذين يعملون حتى في هذا العمل اللي هو مش حفل وكان يرى سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ ستين والثالثة والستين من عمره وكان عدد الشعرات الشيبة في داء نقطاشر شعرايا في لحياته ورأسه متسرقة كان أشود اللحية والسراب وهو يحمل هذا السراب يجلل لحياته ورأسه كل السراب بسراب وينقل شلل المعطف وينقل السراب بهذه السراب فإذا بالأمة وإذا ولكن إذا صادقت الحاسرين فخرة عاشية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرها فيأتي ذو كان قويا بنيا بحيث ليس هناك ما في قبل الأسبوع الماضي ليس هناك من يماثله قوة أبدا يأتي ويقول الله أكبر ويضربها فتتفتت تحت يديه لكن بعد أن يؤدي المهمة الشاقة التي لا يصعي صيغوها أحد يعود إلى عملية المسألة إخوة نحن شعيد أكيب أكثر في حفر الخندق والمشكلات اللي كانت منه وكيف لما وجد مكانا في الخندق ضيقا وقد جاء جايش ماذا فعل إنما العيد عنبولك أنه استطاع بصورة عامة أن تكون عملية حفر الخندق عملية إيمانية ثربوية من أعلى درجات الإيمان والثربية ولذلك أنا لا يعني عندما أكبر الأمثلة المسالية مش هأوفيض فيها بقى لأنه في كل أمر على هذه الصورة يعني عندكم الهجرة لسه لا تتحتفل بالهجرة أنا حين أرضل لتحصيط النبي صلى الله عليه وسلم لليلة الهجرة حدث رجل قصئ فاهم قيد جدا فاهم الجهات الشمال والجنوب ويمشي جنوبا ويمشي جنوبا لأنه عايز روحة مالا للفضلين ويأتي بمن ينقل إليه الأخبار ويعطي على أثار الأقدام ومن يأتيه بالطعام ويجد أنه لا يجد من المسلمين دليلا يذله على الطريق فيختار واحدا من المشركين بس المشرك يعرف صفة كوية وراجل دينا يقول يخدم أكل عيش يعني لما يأخذ قدرته ما يكفيش السر وإذا به في عملية الهجرة ككل تشعر ورد الأمانات ده فكرة أن رد الأمانات ده بات عشان راجل أمين لا ده صحيح راجل أمين لكن طب راجل أمين كان يضر قبل ما يهجل بثلاث أربع سيام أسبوع يرد الأمانات للناس إنما أراد أن لا يتفش أن محمدا يرد الأمانات فيعرف أنه يعني بصب عمل ضخم فيقدم عليه أمور كثيرة وأعبد بالاستقبال والطريخ والهجرة والناس هنا والأموال ومن ينسبقه ومن ينحقه في ذلك تجد وهو يستقبل أفراد المسلمين الفكرين المسلمين دول كانوا زينا كده كل يخش الجامعة يصد كل يخر كل يخبر كل يخبر كل يروح فلان أخضاكم فلان أقرأكم للقرآن فلان أعلمكم بالفرائض فلان كيف الله المسلول فلان أسد الله الأذان إن صلق به إلى فلان كأنه أنبى منك صوفا أنا بستغرب لهذا النبي أحافظ أصوات أصحابك أنا وإنت الوقت كل الأم عارفين بلان إذن الله بحفة حلم إيه لأنه بقى المؤذن لكن قبل ما يبقى المؤذن لذلك من رضح مين كان ياخد باله وصوبه حلو أهتم لله أهتم لله ولا مش أهتم سعب ده هذا شيئ أسود جاي من الحب شجاءة الجزاة العربية اتعذب والضرب علشان مسلمه وأبو بقر أعفقه دخل في جمرة المسلمين وفلسة التكاية لما واحد يرى في الرؤية الملامية وهو نائم أن دعوة للصلاة تكون بالأذان ويقول له يا رسول ما أنا شفت كذا أروح أنادي بهذا النداء هيقول له لا اذهب به انطلق به إلى بلال فإلاه أندى منك خاص أختم لكم أن أنا كنت في منسها الحيرة والعجب لهذه الإحاصة غير العادية بقدرات الصحابة يرسع واحد لأنه عبد حبشي يمكن شايف إنه ما ليش لازم أفوط الناس ويضع أبو أجل الأمة لما صلي كل ما سأتي بأذاني أنا لأني أندى الناس صوت فأنا أزعم إن أنا حالة الناس اللي قدامي دول وإلى حتى عشر منهم من أجمالهم صوتا والله ما لا أعرف ما رف ولو غنوا قدامي مش أعرف لماذا لأنه هذه الإحاصة دام أعسلكم يعني يعني يطرق الناس إلى الأمور أنت يا فلان تتعلم الفرائض المواري وانت تتعلم العلم وانت أقرأ الأمة تتعلم قراءة القرآن وانت عليك رواية الحديث وانت عليك الجهاد وفي تبيه اللي تتخصص وانت أعلم الناس بالفروض ويجيب واحد كده صفر صغير سنه 12-13 سنة ويربطه على صبره ويقول اللهم ها فقفه في الدين ويعلمه التأويل يجد أنه يوجه الناس سوى الجهاد بعث الآخر ويجد هناك دعاء يبعث واحد داعية علشان يدعو الناس ويبعث ويبعث واحد قاضي ويقوله ها بما تقضي بين الناس يقوله إذن قسم النبي صلى الله عليه وسلم قدرات الأمة كلها فاليا إخوة أعظم من هذا كلك اترب أنني اليوم جالس واسط مئة وعلمهم وأربيهم وأنقر إليهم الإستاذ وبعدين فجأة المية بلش وجئت بيهم مئة أمام تترب دفعنا الناس في دين الله أكواجه فوجدت الناس يأتون وهذا اللي حفظ واحد أسلم جديد حيث بقى يروح ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه الظهر على الساعة واحدة الظهر دلوقتي يروح الراجل الساعة عشر أحداشر عشان يلحق الصف الأول ليستطيع أن ينظر إلى رسول الله كيف يتكلم كيف يسكن كيف يتحرك كيف يقول كيف يصلي ورسول الله جي بيننا ونحن يقول لو قالوا لنا أنه هو مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود دلوقتي مثلا في السنغاج فلس السنغاج مش هنروح كلها السنغاج دلوقتي نتطرج وفيه يعجين يشوف ولكن هذا الأمر يجعل واحد ذا جي أبو بطن الصديق مثلا لما يجي يلاقي ثلاثة أربعة صفوات قدام مليانين ليه مليانين لأن الناس يشوف من هو رسولهم هيقض فيه صفوات الثالث لف طيب بس فيه مشكلة إذن أبو بطر علم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين أو واحد وعشرين سنة وبعدين السنتين الأخرانيين معرفش في الأول لأن الناس يجي تحتل الصفو في الأولى فبيصلي في أي مكان وكذلك مثلا أبو عبيد ابن الجراح وعصر ابن عفان والناس اللي أسموا في الأول الخالق دول دول نفس الحكاية طب وبعدين والجودات دول شفوا السنتين الأخرانيين وما شوفوا في السنين الأولى طب من سيمكل السنة هتلاقي واحد هينقل العشرين سنة وواحد هينقل السنين الأخرانيين مش هيبقى فيه فهم مختمل يعني إيه سنة يعني إيه دين فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينجح عملية تعليم الدين للمسلمين وعيد المسلمين ينجحوا في تعلم الدين يقول لياني منكم المهاجرون والأنصار يعني اللي بعرض ناس مهاجرون والأنصار فيرجم المسلمين على إخلاء الصفوف الأولى للذين شاهدوا الدين والعلم والسنة من أول الأمر عشان ينقلوه مكتمل عشان لما يجي النهاردة أفتح كتاب في أصول الفق ألاقي علماء الأصول يقول لي الأذنة الشرائية عشرة الكتاب والسنة والإجناع والقياة وبعدين يقول لي من ظنها فتوى الصحابي في لأنه أحض ويذكر فالصحابي شاهد إيه وما شاهدش إيه ووضعه كان إيه وتجد مثلا من أصول مذهب بعض الأئمة الفقهاء أنه يأخذ بعمل أهل المدينة لأن أهل المدينة لهم سكان المدينة بسرد شافت الرسول ساعتين والأيومين والأشهرين ومشت بل دموه فإذا انتشر الأمر بينهم فمعنى ذلك أنهم متفقون على أنها سنة أخرى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الأمور التي تعموا بها البلوى على الصحية الله إذا المسألة دي كان حديث واحد يمثل كفاءة استطاعت أن تحفظ الدين لينتقن على شقه واعل يا مسلمين فلن أنا أنا عايز أقوله يا إخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنتم متصورين ليه بأنا أقولك دائمنا ممكن ولا أتكلم مرة ويقرب ذه ويجي له وحد ضعيف في العقل يقول لها منطري صيبية ما كم أنت عايز أكلمك ويتكلم على الصبيان صغار يعني ويداعب الضعفاء وسهل مع الخدم ومع العبيد ومش ممكن واحد يتصور أنه يكي إلى إنسان أراد أن يقترب منه ويصلي معه في الطف الأول إلا يقول له أهل مزايا كذلك الله كان يتصوري الصف الأول أهو كدة يعني الصف الأول ليه بضل كبير إنما هذا لا ينقص من أنه رأى أن المسألة لم تصل إلى الكفاءة الإبارية إلا إذا قال الناس اللي أنا أحبوهم وضحورتهم وشيثينهم وريدين مني دول لازم أقول لهم ودعثهم ابعدوا شوية للصفوف الأخيرة ليلياني المهاجرون والأنصر لم ينكر من كفاءته حبه للناس ولا حب الناس له ولم تنكر أيضا من حبه للناس ولا حب الناس له أنه كفء لهذه الأمور البدارية على هذا المحل كذلك أيها الإخوة هناك كفاءة أخرى وأنا يعني مش عايز أطول في الوقائع ليه لأنه السيرة اللي احنا نتكلم فيها كلها وقائع وكل وقع هنأخذ منها لما نبكد رؤوسه وضعاه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده نوع من الشفاءة أنا أتطيع أن أسميها الشفاءة الثقافية المعلومات عنده ما تمشي إليه أنا الأول أقول لك واقعة تعتبر من عيون الوقائع وبعدين أقول لك تقفت في ستلاقي لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى ملوك العجم لهم بقى لما جاء خلق الخلايبية وتوقفت حرب بينه بعث لعظيم الخبط في مصر وبعث كثرة ملك الكرد وبعث لملك الرومان يسموه إيه طيفر أو برق وبعث لكل من حوله لزعيم الأحابيش لكبير الأحابيش فلما أرسل إلى هؤلاء الجميعا وجئ المحققون بكلمة في رسالة للرسائل غريبة ومش عربية ولم يستخدمها العرب أبلا ومش موجودة أبلا ومستخدمش جاية منين قال لها منظن الرسائل طبعا المسالة طويلة وفيها سطح وعلم ودعوة إنما وهنجلها هنقولها إنساء الله الرسائل هندرسها ومنظر دراسة للسيرة فندرس هذه الرسائل ما فيها من العقيدة وما فيها من عرض العقيدة والدعوة ومعرفته بثقافة وأخلاق وعادتها أو بثقافة هؤلاء الناس وأخلاقهم وعادتهم لكن هنا قال له إيه إسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإن لم تسعر فإنما لملك الرومان فإنما عليك اسمك واسمه الإريسيين أو الإريسيين تدور في القوية العربية إريسيين دي ما تلاقيهاش عربي خالص تدور في أي مكان لا تجد هذه الكلام تشوف بقى الكتب لما فيه ترجمها الهامش كده معناها يقول لك الإريسيين اللي هم العامة والزراع والشعب والصماع اللي هم العمال والفلاحين لما فرأت كتب المحقفين قالوا إن الإريسيين كلمة رومانية بكلمة رومانية خلاص ده نصف إجابة النصف الثاني كان الرومان يستخدمونها كمصطلح يطلق على أصحاب المهل الحقيرة الصغيرة الذين كانوا يتاونة المجتمع أغلبي خبيرة جدا لذلك يستوصل لنسبة 95 أو 99% من الشعب كانوا اسمهم الإريسيين في تقسير طبقات الرومانية من أدرى رسول الله وهو هذا الأمي الذي لا أخرى ولا يكتب وأعد في مكة ويراه الناس رجل بركة كذا يقعد يقرب ذلك الرومي إن الذي يبعث إليك بهذه الرسالة ليس أعرابيا جنفا قد جلس في الصحراء داخل خيمة تظله راية وحوله غلمات وكلب يحرصها يرسل إليك رسالة عن الزهية بل إنه يرسل إليك وهو يعرف معنى الكلمة الرومية ومعنى معناها في التقسير الاجتماعي لبلدك ويرسل إليه هذه الكلمة ولذلك كان هؤلاء عادة إذا تلقوا هذا ينفعلون لمثل هذا السر ولغيرك وقف على هذا بقى علمه بلهجات العرب يجيله واحد مثلا يقول له يا رسول الله أمي نلبر الصيام في السفر لكن هذا الرجل كان من قبيلة بتنصر الألف ولم مين فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه مكسما ويقول له ليس من انبر صيام في السفر ليس من انبر صيام في السفر فإذا بأس أنجليلي والنائب نعم هي لهجة عربية ينطق بها هذا الرجل فإذا به يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعبه بها تأليفا لقلبه وهو ينجيبه عن السؤال بجدية ويأتيه شاب هندي يتحدث إليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه في الإسلام ويقصر من ذكر الكلمات الهندية في هذا الكلام الذي يذكره لك لأنه اشتغل بالتجارة مع هذه القبائل لما ذات مكة ويشتغل بيها لما سافر هو خارج مكة ولأنه لما ذهب بقاتلته إلى هذه البلاد علم منهم ما علم وحفظ شخصية كانت متفقفة ثقافة لا تستطيع أنت أن تعتقد أنها ثقافة عادرة بل تستطيع أن تقول فعلا أنها ثقافة كاملة من أجل هذا يكوه وغيري أقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شخصية تهلة كانت شخصية عميقة يستطيع أن يفهم ما يحيط به فإذا صبر عن أمر صبر عن نفس منكلئة تكونا بمكونات القوة مثلا أيضا لم أشعر أنه كيف استخدم هذه الكفاءة الجانب السياسي مثلا أجب أنه كان رئيس دولة يعرف جيدا من هو أنا أقول لكم حال النهاردة لما تشوف أنه إسرائيل فقط فيها رئيس الوزراء اليهودي السابق وانتجاء الآن رئيس الوزراء اليهودي آه بس يهودي على تك يعني شيمون أو الحق رغين ده يهودي للمعلم بس يهودي هلو بلكم يمكننا ومع ذلك برغم أن السابق يهودي وأن اللاحق يهودي إنما هناك فارق يقول له في شخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقيف الشخصيات من حوله تشعر أنه يستطيع أن يدر الشخصية التي أمامه لما يبعتوله هما بعتوله رسل مين ومين ومين لبعتوله نسك فيه غيرته من ثم من أرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا سهيلة بن عمر فأول ما شاكوا تبسم وقال لهم لقد أرادت قريش إذ أرسلت هذا الرجل إلينا خلحا قريش بعثلنا واحد على شنط الصالح فقل لي أنا جاي واحد وأنا عادت أنه كله أقول له إيهوة ترجع لنا بحرب لازم في الصالح خلص الموضوع أنا تاهم أعرف الصدق فلما أرسلوا إليه أبو سكيان أبو سكيان يختلف بقى مع أن الفر يا إخوة فين الموضوع سنتين كنين يهيل البعث النهاردة وأبو سكيان بعد سنتين أول ما شاف أبو سكيان أبو سكيان ده من ينفعش معاه بقى إيه طريقة العادية على مدف واحد قال لي بيسنا خدر أنا عايزه أنا بتعبيري أنا لم يقفل النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنا أقول لك أنه لو أنا أقوله أنا عايزه مستوي مستوي خده وأفو بين الجبلين دوش وتعالى ده لقائد الجيوش تعالى يا سلام أنا عايزه تتحرك البيوش الشيخ فيقف أبو سكيان بين الجبلين لا يراه أحد وهو يرى البيوش السائرة ويبدأ الجيش يتحرك كثيبا فأبو سكيان يقول له مين دوش يقول له دي كثيرة بني عبد الثلاث واللي بعدها مين دون واللي دي كثيرة بني الثلاث فبعدها عقد يقول له يا سلام رضي يقول مين دون يقول له دي القبيلة الساب ودون لحد ما جاءت قبيلة بخضى جدا العدد والعبد ورايح قال له مين دون قال المهاجرون والأمصار أبو سكيان خلاص قال بي احتره ليه وقال وقال للعباس وقال العباس ابن عبد المخالب قال له اما لقد صار ملك ابن أخيك ملكا عظيما فقال ليس بملك يا أبو سكيان وإنما هي نبوة أبو سكيان فهو آمن فجعل الرجل أبو سكيان ده أسلمين ده مستهيل بن عمرو ده قائد قيوش قريش في كل حرب دخلتها ضد المسلمين يعني قائد عسكري حامل لمسه هيبة وقوة ومهابة وتغلانة فإذا جاء بهذه الصورة أوقعه بين الخوف الذي يوصل إلى درجة الرعب والهلع والرجاء والفخر الذي يوصل إلى درجة أنه أعلى قريش من دخل دار أبو سكيان فهو آمن فشنك الأبو سكيان ووضعه كده كله على بعض ليه لعلمه به إنما المهاردة حد يقدر يقول أنه هو فاهم كوي مأمور الاسم محافظ البلد ناظر مدير الكلية شيخ البلد العمدة يفهم شخصيته تماما فهل لدرجة أنه يستطيع أن ينزح معه يا رجل دهنا مساكين أول فإحنا نأخذ الإسلام على أنه أنا رايح رايح تعمل رايح أقيم الحب شاب أنا شفت بعيني قول خضرة العمدة قول لا إله إلا الله مرة ثانية لدرجة ست إسلام ست 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 ابن الحب الرجل قال أنه أنت تعلمني الإسلام ده أنا أبوي أو جدي وطلع الولد ولا يقبلون دعوته نحن أيها الإخوة نريد أن نفس نستأثن رسول الله لم يكن صلى الله عليه وسلم هكذا إنسانا عادية بل كان يسفه ويقعل ما يقول ولذلك هذه الكفاءة السياسية بلغت وأنا ما أقصبت مع عدوه ده بل أقصده مع أصحابه أيضا أنت عارقين في غد الغد المجتمع بتاع المدينة ده مش مجتمع سهل ده مجتمع متعب جدا أولا المجتمع فيه الأوس والخزرج بثنين دون قبل سين العداوة بينكم عداوة ضاربة في التاريخ وعداوة شديدة وقتلة ولما أنا كده الخضرة من الأوس ونتقابل عارف إن ده اللي أبوه أتى العمي وده اللي خاله أتى من الأبوية وده اللي أخوه ضرب أمي على رأسها فأرضها خسيط وده يعني حلاقات نشوف واحد تتمثل الدماء الدماء اللي في وقعت نشوفه بهذه الدماء ومع ذلك دول بينهم موجود معهم في المدينة اليهود وامان اليهود اليهود اللي كانوا يوقعوا بينهم كمان لأن اليهود من مصطعته من الأوس ومتخنقين ومتخصمين ومع ذلك مع التركيبة الصعبة دي فهذه التركيبة جاء عليها المهاجرون جم فوق التركيبة دي المهاجرين صبر ربي يصدق بقى كل دول حتة والمهاجرين حتة وهو المهاجرين حتة واحدة بل المهاجرين انتوا شهرين بالك انتوا شكرين إنه لما أبو جهل قال كنا نحل وهم كفرسي رهان يطعموا نطعم وابكلوا الوقت وشربوا ومشرب فلما قلوا بقى شغلوا منا نبي فمدى ندرك ذلك قال كده طب ما هو إن نطعم ونطعم ونشرب ونشرب ويكرم ونكرم ومدول القلاء اللي أسلم منها المهاجرون فهم رأيكين أسفى فيهم بنو أمية وبنو عبد مناف وبنو عبد المطالف طبعا برضو يعني برضو التأسيمة الصعبة دي كلها يأتي القرآن ليقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة هذا اليهود اليهود أنا من أتسلم عنه أوتو الخضرك والمهاجرين بالتأسيمة وأنا ربكم تعبدوني فكيف يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم اللي يجعل هذا كل بين يديه كرئيس للجولة حدث التأسيمة ومنذلك تشعر بكفاءته لما يجي أول مرة رايحين حالب بقى في غزوة في بل فيجل تبين المسلمين ويقول لهم يا معشر المسلمين مسألة هيئة فيها كذا وكذا وكذا حرب أشيروا علي أيها الناس فيقوم أبو بكر ذو يتكلم أبو بكر ده مهاجرين والعنصار مهاجرين طيب فيقوم عمر بالخطاب ويتكلم لأنه بعد مثال أبو بكر خلاص قال أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس فقام عمر فقال أشيروا علي أيها الناس الكفاءة السياسية والإدارية والثقافية والاجتماعية العليا لهذه الشخصية اللي كان بيتكلم عنها على إنه رجل خيص خلاص في مرة من المرات أنتوا عارتين اليهود في المدينة كان في فريق منهم اللي هو بني النظير وبني قينقاع خرجوا للمدينة قبل بني كريب كل الناس عرفوا الكلام ده بس اسمع لا الكلام اللي الناس يعني يمكن ما تسذوقوش أوي بس كل واحد منهم كل طائفة منهم خرج بطريقة تختلف عن الطريقة الأخرى خرج بعضهم من المدينة وله أن يأخذ يخرج هو ولاده مراته وعيلته والركايب اللي عنده ويخط على ركايب اللي يقدر يشيله بهب فضة لوس قدوم عكس اللي يقدر يشيله على عربية مقلي فضا يشيل عايز يشتري جمال ثاني ويشيل يشيل لكن اللي ما يتشارش خلاص ده تعالي يعني يعني واحد ما أعرف يشيل حال خلاص يسم هذا الأمر وإجلاء العقوبة الوحيدة إجلاء عن المدينة معهم أنفسهم مؤمل سوف وأن إن خرق ذلك نتبع مين كانوا يهودا ولكن لهم كانوا في الجاهلية على معاهدة وولاء مع الخزر رجع لما لما دون بعد إن سبق كلام ده تعالى لما بني طريبة نقض في العهد نقض في العهد وقت غزة الأحزاب فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى نزلوا على خطنه فأسرهم جميعا وأصحوا تحت يديهم الآن رسول الله مطالب بأن يحكم في هؤلاء الخائنين هؤلاء الخائنين اللي هم بلوا طريبة دول الصالع إنهم كانوا في الجاهلية بينهم عهد وبين الأوس آه الأوس سألوا بس تفت بقى اللي كانوا موالين من الخزرج وصل الخزرج عدده ما أكثر مننا ومشتير قبلت الخزرج أكثر من قبلت الأوس بكتير خرجهم بأنفسهم وأموالهم وبس الإجلاء هو العقوبة الوحيد دول بقى خلافقنا ما نشوف هيعمل إيه فيهم بقى ورحول يا رسول الله دول خلافقنا يعني وبرض إيه عايزين إحنا نعاقبهم وكل حاجة لكن ما يبقاش الناس اللي في الخزرج يبقوا قدروا ينفعوا أصحاب المعاهدة معهم أكثر بحنا هننفع بتوعني دول بقى انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رفيق وسمح وسهل وليس بإنسان غليظ ولأنه مش دوام انت ملكش دعوة دواحي وأنا هتصرف أنا رسول الله وانت مصر واتقبر بره قالوش كده وقالوش انت ملكش عندي لنا أشورة في هذه الأمور ما كويت جملة اثنين هو رسول الله الذي لا يلينه في الحق ما قالوه اشتغل بعض عشان خاطركم أنا مش عمل فيهم حاجة من الحاجات كنت أنا أعملها وخلاف لا هو يغضب لله وهؤلاء نقضوا حق الله وهو رسول الله الذي يعرف أصحابه جيدا يعرف هؤلاء ويعرف أنهم يقصدون موقفه من اليهود خلفاء خذرة وأنه الآن بصدر اليهود خلفاء الأوسط وعرف أن فيه الناس لهم منزلة معينة فقال لهم ايه ثاني حلم الموضوع كلام بكله يلمه كده يحلم قال لهم طب اسمان أنا مش هحكم أنا فيهم خالق أنا هخليكم أنتوا تقوم أنتوا فيهم يا سلام حلو جدا أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم اللي هو سيدهم كبير القبيلة كبير الأوسط ده دعين بتاعها بيت الأوسط هو سعد بن معاذ ألا أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم هو سيدكم سعد بن معاذ قالوا بلى يا رسول الله رضي الله يحضر فرجر قالوها بهذه الروح فراحوا نده هو لسيدنا سعد بن معاذ اللي هو دعين الأوسط اللي أكتر واحد ممكن يصاب يعني كثف لو متعامل في خلافاء وحاجة زي كده داخل ثم هو داخل بقى لأوسع اليمين والشمال صعب كين الناس طيبين كده من عوام الناس يغمزو كده أحسن في مواليك يا أبا عبد الله ينشي شوية أبا عبد الله أحسن في مواليك خلي بالك يعني تعوتني لأحكم في هؤلاء سعيد أحكم قال أحكم فيهم أن يقتل رجالهم وأن تسب نساؤهم وذراريهم وأن تكون أموالهم غريمة للمسلمين بقاء أو جزاء ما قاموا المسلمين في حرب بين الله ورسوله وعدوه طبعا الأوس خلاص دراري يزعهم يقول هاشف النبي وباش هذا الكفق العظيم الذي يفهم وقال له وبقى بحط الختم الجمهوري إذا صح التعبير وأستغفر الله باستخدام تعبير سأعيد أقرب المسألة إليكم عيد أقرب الموضوع لأذلك وختم التصديق فيقول له أما لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وذن تأي المشكلة والأوسم الزعلانين والمجتمع ملتائل بالعجل خربوا إلى سلام شوفت بقى لما الختم بقى بتاعنا حكم سيدنا بحكم الله من فوق سبع سماوات إذا يا أكوة المسألة مش مسائل بركة وتقريبية ونسبية لا شخصية فاقهة فاهمة مدركة ما هو الواقع أنا لا أريد أن أخيض كثيرا لكن يعني كنت أريد أن أتكلم وخصوصا رأس المساق عبدالله عبدالله بن أبايد بن أستلون وعن موقفه عندما أراد أن يحيد غطفان في فضوة الأحزاب وما إلى ذلك لكن إن شاء الله الكلام ده أنجيله في وقاء عشرة عشان 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 يفير قضية العقيدة الشريعة والاجتماعية لكن أنا عايز أكلمك بقى في كفاءاته الاجتماعية كيف كان يعني يرفع الحرج الحرج من على أصحاب أو يؤلف بينهم الحقيقة برضو يعني أنت يمكن لو حبيت أتكلمك عن مشكلات التي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتويها زي مشكلة الأنصاف أما قال وجد رسول الله أهلا أو لو حبيت أتكلمك لكن أنا أخذ وقعة جزء فردية عشان أنا أعلم يختلط الكلام الاجتماعي الكلام السياسي الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس بين أصحاب والناس جالسون فانتقض وضوء واحد منهم لا يعرفه الناس ما كان بس اتصبح أن واحد من ألف واحد جالس وضوء قد انتقض كان هؤلاء جالسون جميعا قد أكلوا لحم جذور وهو لحم جمل فماذا يقع النبي صلى الله عليه وسلم كل متوضي وقعد يستني الصلاة صلاة صلاة وهيصل إنما والرجل ده قعد دلوقتي دلوقتي صلى الله عليه وسلم كل الجالسين ليتوضأوا كلهم من أكل لحم جذور فليتوضأ فكل الناس راحت على الميضة وقفوا يتوضوا كل سنفع الراجل طبعا يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه حرج حرج بالغا هذه الصورة التي يعني صورة العجيبة في جمعه للأمة والحقيقة يا أخوة يعني أنا لو بدأت أنقل على الوقاعة القردية هتجد أنه فعل أمورا عجيبة عجيبة في نواسات الناس درجة أنه عند الموت عند الموت وأهله حوله يبكون ويريد أن يواسيه في مسألة الحجر الأسود ومعرفته لقضاء الناس وفي وقعة الحدث لهم قبل البعث في 25 سنة كيف أنه رفض أن يسابق قافلة من القوافل من أجل أن يسبق بالتجارة ومع ذلك كان أربح منها بكثير كذلك تتجل كفاءته العسكرية صلى الله عليه وسلم إذا عرفتم كيف كان يعرف عدد الجيش من عدد الزبائح وكيف كان يعرف نوع الإبل ونوع القبيلة من روى هذه الإبل يعني أما ينشي يلاقي مخلفات إبل يعرف من روى الإبل قبيلة من هذه ويعرف إذا كان ده جيش ولا مش جيش ويعرف إذا كان جيش يبقى عدد وقدي إيه من خلال عدد الزبائح التي يسبحها يوميا على تفصيل كثير لما يعرفها ويعرف الناس ده يعرف كلهم مدام كاذر يبقى كافر وإذلك من شخصية خامدة ولا خاملة من شخصية مدركة كذلك تجدون أنه في غزوة الأحزاب استطاع أن يستفيد بواقعة إسلام مسلم جديد رجل جديد لو أنه عيني بنفسه جاي إسلام جديد وإنك بيسلم بس أعمل يا رسول الله قاله إنما أنت فينا رجل لو دخلت معنا أنت واحد زينا إنما أنت دلوقتي لسه مش معروف فخذل عنا ما استطعت ويرسلك إلى اليهود وإلى الأحزاب حزبا حزبا بحيث أنه في النهاية إنما استطاع نعيم بنفسه ده لوحده بهذه الخطة التي وجهه إليها النبي صلى الله عليه وسلم فانت عرفه مش يعني خطة وإنما الحرب خدعة قدر يعمل بنوعيم بنفسه خدعة فتكت الأحزاب في أهرض الجزيرة العربية في الصحراء نطورتهم نطورتهم يعني لما تشوف بعد عشر فيان من إرساله لنوعيم بنفسه لو شفت كده القبائل الأحزاب دي فين فلقى منص نطورة في الصحراء العرب منص نطورة فعلا اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي واللي مشتنقين مع بعض واليهود في قبضته اللي يعني بني طريبا كيف استطاع لأنه يعرف اليهود جيدا ويعرف القبائل جيدا ويعرف شخصيات اللي بتقول القبائل ويعرف زي ماشي وهو بعد ذلك في ممتهى الصدر في مرة من المرات إنسان غبر وشكل وأسأل الإسلام فبوحي من الله أهدر الله دمه أهدر الإسلام دمه أهدر الرسول صلى الله وإنسان دمه قال اللي يشوف ويقتله وأصبح هذا الإنسان مهدر دمه في يوم من الأيام بدون أن يؤمن دخل هذا الرجل خلاص هو يعني حس بالكارثة اللي وقع عليه فدفل وإذا بيتسل المدينة ويصل إلى المسجد ويدخل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ووجودين بن برة كيف قال له يا رسول الله اعفو عني اعفو عني الرسول صلى الله عليه وسلم أشاح عنه بوجهه ذات اليمين راح جيل المليمين يا رسول الله اعفو عني الرسول لا يملق هنالك أن يعفو عنه لأول مرة لأنه عندما أقدر دمه ذلك بوحي من الله فأشاح عنه إلى الشمال اعفو عني وفضل الرجل الاحفو حتى واجد النبي صلى الله عليه وسلم في وحي ربه ما عفى به عن هذا الإنسان قال له فلأفروح فلأفروح عنك فلنشغور بالدم شير ثمان العقوب عليك فلما مضى الرجل نظر النبي إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلاما أنا أقوله بالمعنى حتى تستموه كوي قال لهم مش الرجل ده احنا مهدرين دمه وقلنا إن الله تعالى جعل دمه هذرا من لقياه فليقتله أيها رسول الله خصم طيب لما جاء قال اعفو عني أو اعفو عني أنا مش أشحت عنه ورفضت هذا العفو أيها رسول الله هما منعكم إذ وجدتم ذلك ألا تطيعوا ألا تجيبوا ما يقومش واحد ليمسك ويقرض عليه وينفذ عليه الفقمة الصادرة بإذن الله وحابه الظاهر كانوا مجهش فأخذاتهم مجهش قالوا يا رسول الله سنة منحك أن تشير إلينا يعني حد تقوله واحد يعني حاج فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هذا تعبيري انتفض من شدة الكلمة وقال له معاه الله ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين يعني أنا أو يكلمني وقل له واحد وقوم شوف الموضوع كان صادقا وكان لا ما يقبلش هذا هذا الرسول اللي ينسميه لوع لكن مش ما يقبلش اللوع بمعنى من اضحك عليه بل كما قالوا لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني يعني أنا مش مناوع ولا لئيم ولا لكن كمان ما يدعيش علي أنا أستطيع وأن أفهم فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفاءته القائد قد استطاع أن الأحزاب المجرمة العصابات الآثمة تتجمعوا عليه من الشرق والغرب علشان يقتروا الإسلام ويقضوا عليه فيستطيعوا بكفاءة الرئيس والقائد والزعيم أنه في خلال أيام نطورهم في جزيرة العرب والصحراء بعبرة عن فئات مشرجمة ومقصعة هذا ليس معناه أنه صادع بل بالعكس عندما كانت المسؤال تتعلق بشخص واحد لم يرضى أن تكون له قائلة أعين هو مثل مصر رحضي إذن هي شخصية مكتلة لاستقامة لكن مها ليست مش خائبة ليست خائبة وليست خاملة وليست ضعيفة وإنما تمتلئ أمخا وفق وثقافة وإدراكا وعلما وكفاءة ودي شخصية مكتلة فيها الكفاءة وفيها القصائص والملكات إنسان صبور قوي محبوب محبب وفيها الخلق القويم وفيها العبادة الصاطية الصحيحة إذن عابد على خلق عظيم على كفاءة عالية إنسانية وفي نفس الوقت له من الخصائص والملكات إنسان بهذه القوة وبهذا الصبر والجلد إذن هذه هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جمعت المتقابلات اللي عنده الشجاع وعنده الحياة عنده الهيبة اللي ترعش اللؤجام وعنده الصواب الجن وعنده أمور أروع من هذا كل ترجمة نانسي قنقر